اهلا بكم الى موجز اخبار الان شهدت العاصمة العراقية بغداد امس احتشاد الالاف من انصار التيار الصدري احتجاجا على قانون انتخابات مجالس المحافظات وانتقد التيار الصدري محاولات القوى السياسية الكبرى خصوصا القريبة من ايران على فرض نظام انتخابي يضمن لها الهيمنة السياسية على المشهد العراقي شن الجيش اللبناني غارات جوية على مواقع تابعة لتنظيم داعش في تلال رأس بعلبك شرق البلاد بحسب معالنات الوكالة الوطنية للإعلام ومن جانبه قال الجيش اللبناني ان الغارات حققت اصابات دقيقة ومباشرة في صفوف التنظيم الارهابي ابلغت وزارة الخارجية الامريكية الامم المتحدة رسميا انها ستنسحب من اتفاقية فاريس للمناخ في وثقة صدرت يوم الجمعة ولكنها تركت الباب مفتوحا امام اعادة الاشتراك اذا تحسنت الشروط بالنسبة للولايات المتحدة ذكرت مسودة بيان يجري اعدادها قبل تجمع امنيا اسيوي كبير يوم الاثنين ان اكثر من عشرين دولة اسيوية ستتفق على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة انتشار الافكار المتطرفة العنيفة في المنطقة ومن المتوقع ان يشكل وزراء خارجية الدول العشر الاعضاء في رابطة دول جنوب شرق اسيا وسبع عشرة دولة شريكة في الحوار معها الية اقليمية ومعالجة هذا التهديد الامنية ذكرت الولايات المتحدة انها شاركت في عملية عسكرية يوم الثلاثين من يوليو بالصومال اصفرت عن مقتل قيادي بارس في جماعة الشباب المتشددة من ناحيتها اشرت وزارة الاعلام الصومالية الى ان العملية وقعت قرب مدينة تورو تورو الجنوبية واستهدفت رجلا قالت اسمه علي محمد حسين ويلقب بعلي جبل وتعد هذه ثاني عملية عسكرية من نوعها تؤدي الى مقتل اعضاء كبار في الشباب الصومالية خلال الشهرين الماضيين قالت دراسة علمية حديثة اشرف عليها باحثون استراليون ان السباني قد يسبب مرض الزهايمر في الاشخاص المعرضين للخطر واشار الباحثون الى ان السباني غني بالحديد وهو ما يؤدي الى اكسادة الخلايا خاصة عند الاشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من الحديد بالاضافة الى تراكم لويحات اميلويد بيتا في المخ والتي كانت مرتبطة سابقا مع مرض الزهايمر وهم اكثر عرضة للانخفاض المعرفي السريع نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة